أصدرت رئاسة الجمهورية مساء أمس الخميس بيانا حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي نقل أمس للعلاج في أحد المستشفيات الألمانية وأفاد البيان أن الرئيس خضع لفحوصات معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة وأكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات كما أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق ترجمة نانسي قنقر